يمكن من أصعب الأوقات في السنة اللي بتمر على أي أم هي طبعا فترة الدراسة وده لأنه الضغوط بتزيد جدا عليها خصوصا بسبب الأطفال والمذاكرة وفي الوقت ده دايما بنلاقي الأم مصطوب منها أنها تساعد أولادها على المذاكرة وتحببهم فيها وتفهمهم مش بس كده ده كمان مصطوب منها أنها تتمالك أعصابها وما تتعصبش عليهم ما تنفعلش لو حد منهم كان يعني لعبي شوية مثلا أو مش مركز في دراسته وطبعا كل ده بيكون بالإضافة للحاجات التانية اللي بتقوم بها الأم زي شغلها لو بتشتغل أو الاهتمام بالتمارين أو لو بتاخد كورسز وغيرها من الأمور التانية الخاصة بأطفالها وده اللي بيخلي كثير من الأمهات يجوا عليهم اللحظات بيحسوا أن هم خلاص هينهاروا من كتر الضغوط وده موضوعنا النهار ده هو إزاي أي أم تقدر أنها تتعامل مع الكم الكبير اللي بتتعرض لي في وقت الدراسة من الضغوطات